يعني ايه؟ يعني انا مش بتدعي ولا اسقاط ده هو ده تقييم الفني ده تقييم الفني طب انت جبت الكلام ده منين؟ طب يلا بينا نروح نشوف جزء خاص في لقاء مع سعد الصغير مع الاعلامية باسمه وابقى وتحديدا في برنامج شيخ الحارة انا بالمناسبة طالما جات سيرة باسمه عايز اقول لكم زملتنا واختنا العزيزة باسمه انا بقول لها ألف سلامة هي كانت تعبانة شوية في أوروبا وفي بعض المواضيع الصحية عشان كده مش بتظهر في برنامجه وبقول لها ألف سلامة عليك يا باسمه وترجعي بألف سلامة الشيء بالشيء يذكر هو بقى لما راح اتكلم يطرى هو بلسانه اعترف على نفسه انه هو ايه؟ روح نشوفه نرجع مرة ثانية عارفيني المشكلة في ايه؟ انا والله العظيم بدأت تجمع دلوقتي فريق الاعداد مجمع لي الحكاية دي هو اتدايق ان انا قلت عليه مونولوجست لأن هو فاكرها مولوجست هو قاعد يقول دلوقتي يا صينا مولوجست فهو تقريبا افتكر لما قلت عليه مونولوجست ان انا شتمت لا هي اسمها كده ساعة يعني هي مولوجست دي اللي انت قلت عليها هي مونولوجست هي هي فما تفتكر هالشيتيمة ولا اي حاج لكن الشيتيمة اللي انت مدوره على الوقت سئاب اتقي شر الحليم اذا غضب التقي شرق انت معانا القصص ممكن نقعد نتكلم فيها والله العظيم من غير ضيوف ولا اي حاجة انا قعد يا سعد يا صغير افتح بس القصص بتاعتك يعني ما بلغش يعني ثلاث شهور دورة برامجية فانت متضايق مولوجيست ومدورها شتيمة ومحمد عبد منعمل اللي كان في المستشفى انا اسف مرمي اللي عملك اللي عملك اللي عملك محمد عبد منعمل اللي في الرسالة تقوله انا كنت بنامك عندي في البيت على الارض عشان الراجل بمنتع الاحترام المرة اللي فاتت بيتكلم يقولك انا كنت قاعد في مصر ما اشتغلت مع سعد ده فوكل قبل ما يدي الالحان لنجوم الوطن العربي ويديك كل حاجة في وسط الحكايات اللي انت بعتاله تقوله ان انا كنت بنامك على الارض بتزل الناس ايه جديد ايه جديد ايام زمان ما كنت تفتح الاسبيكر كنت تروح لما تسافر ايه سفر ايه زي ما بنسافر ودي صحابنا هدايا تفتح الاسبيكر هو انا كنت تجيب لي احمد عبدالعزيز ايه كنت فاكرك صاحب عشان تجيب لي فانيلا ولا ولا تشيرت يا محترم يا محترم يا محترم التعاون بينك وبين رهام سعيد اجنى سمار واضحة تعاون سعد الصغير واضح جدا جدا في جامعيات الخير وفي المساجد وفي الحكايات اللي انتو بتعملوها دي بتولف كلها على بعضها والله العظيم تلاتة انا بشفق عليك انا بشفق على النهاية بشفق على النهاية ارجع تاني يا سعد واحمد عبدالعزيز الحمد لله استعدلك ومستنيك في كل الحتك ولو كانت آخر الدنيا للكرامة وركز في آخر الدنيا دي ماشي يا سعد الحلقة كان دماء خفيف قوي كلها فن بعيدا عن سعد الاملوجست كانت جميلة وكانت غنى وكانت طرابية مش بس كده على فكرة ده غنى وغنية برضو بعادية وكنا بنهزر وكان واقف معنا كل حبايبنا في كواليس ما بعد حلقة محمد عبد المنعم يلا بينا نشوف الكواليس كانت عاملة زي المرحة معادة الملوجست احلى فرق واحلى بسقيين واحلى محمد عبد المنعم ده امتع كل اللي تفرجوا عليه وهيتفرجوا عليه اللي مجامل طوب الأرض اللي الناس عيشة في خيره اللي في أي كبير عيسد واللي خيره عشان غيره اشتركوا في القناة